إلى ولاية داخلة نواذيبو حيث تم تقسيم كميات من المواد الغذائية المشعنية من قبل مفوضية الأمن الغذائي تأتي هذه العملية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفوضية الأمن الغذائي بولاية داخلة نواذيبو توزع كميات من المواد الغذائية المجانية لصالح أكثر من ستة آلاف أسراء أشرف على تقسيم المواد الوالي المساعد للولاية رفقة المتخبين المحليين ويأتي تقسيم هذه المعونات انسجاما مع السياسة العامة للحكومة الهدفة إلى النهوض بواقع الفئات الهشة ومد يد العون لها في إطار العمليات التي تقوم بها مفوضية المغذائي التي تدب دائما على توزيع المواد الغذائية بشكل مجاني نطلق من انطلاق توزيع مجاني على مستوى داخل تنواذيبو في إطار الحالة السياسة الاجتماعية ضمن برنامج بخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني الذي يعطي اجتمام كبير للجانب الاجتماعي إذن ولاية تنواذيبو اليوم لا يتستفاد من حصة مجانية عبارة عن أكثر من 6000 سلة غذائية لصالح الهيئات الأكثر تضررا التي نصلح عليهم من الناس المتعاففين هذه العملية على كل حالة بتمويل من الشقيقة السعودية من خلال منظماتها الخيرية والعملية بعد هذه الانطلاق إن شاء الله ستتسمر على مستوى المغاطعات والبلديات إن شاء الله كل واحدة ترى إن شاء الله حصتها إن شاء الله من هذه العملية عمدة البلدية بدوره ثمن هذه الخطوة الإنسانية التي تسهم في الرفع من المستوى المعيشي للطبقات الضعيفة من سكان المدينة بسم ساكنة المدينة سيد الوالي سيد الحاكم نشكرها المفوضية التي تعمل بتوجهات رئيس الجمهورية بالعناية بالعائلات الضعيفة في مدينة الوالي بو وراجعنا إن شاء الله عن هذه المبادرات تذكرها يستفد من العملية 6163 أسرى وتحتوي على المواد الغذائية الأساسية هذه عملية توزيع مجاني معدل على مستوى داخل تنواذيبو ودائبة الدولة أنها دائما تعدل تشوف الحاجة يعطيها تعدل فيها ومولتها هيئة سعودية قالها الإقاذة والإعلام الإنسان مستفيد منها على مستوى الولايات كاملة 6000 أسرى من أمتنى هذه الشاشة هذه مفوضية تنواذيبو لإطاعتنا هذا الغذاء جزاها الله خيرا أن الناس فاصلة فيه كامل جزيهم بخير ويعطيهم العافية إن شاء الله كأرفين حتى جزاكم الله خيرا والحق باطل الدنيا فاصلة فيه الله يطنع ويعطيكم العافية ووفقوا ووفقوا من الدنيا والأقرى هو مار والشعرية ودلوير والسكر جزاهم الله خيرا تعتمد مفوضية الأمن الغذائي في توزيعات بيانات استجيل الاجتماعي للدولة لتحديد المستفيدين من العملية لتصل هذه المساعدات إلى مستحقها الشيخ الحميدي الموريتانية مدينة نواديبو ترجمة نانسي قنقر